مشاهدين أينما كنتم أهلا بكم العدد جديد من ترندينج الشروق نيوز بداية أسبوع موفقة للجميع ترندينج هي محطة نحاول من خلالها تسليط الضوء على أهم القضايا التي أثرت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلتم أنتم معها بكثرة بعد غياب دام 12 سنة يرتقب اليوم أن تعود سوريا إلى الحضن العربي في اجتماع استثنائي يقضه مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية وكانت الجزائر دائما قد قادت مساعي من أجل العودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية وأعلنت أنها تبحث عن توافق عربي ممهدة لعودة البلد سوريا إلى الحضن العربي خلال القمة العربية التي نحقدت بالجزائر إذن هو موقف الجزائري بشأن عضوية سوريا في الجامعة العربية ليس بالجديد إذ كانت الدولة الوحيدة نقول وهي رفقة العراق التي تحفظت على قرار تجميد العضوية كما لم تغلق الجزائر أبدا سفارتها في دمشق طوال السنوات أو سنوات الأزمة في المنطقة مساعي الجزائر في إعادة سوريا للجامعة العربية يعتبر انتصارا جديدا للديبلوماسية الجزائرية ما إن تم إعلان هذا الخبر ورواد منصات التواصل الاجتماعي يتداولون هذا الخبر على نطاق واسع جمعنا لكم بعض التعليقات البداية بهذا الحساب سوريا الآن وزراء الخارجية العرب يوافقون على عودة سوريا للجامعة العربية اعتبارا من اليوم مبروك لسوريا ناخد أيضا تعليق آخر لهذا الحساب أيضا الخارجية العراقية اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا للجامعة ناخد أيضا مشاهدين تعليق آخر لهذا الحساب الذي كتب على صفحته في الانستغرام عاشت سوريا حرة عاشت حرة عربية ايضا ابو مالك الدمشقي كتب وعلق ايضا حول عودة سوريا الجامعة العربية عيونها خضر من جديد تعود للسوريا تعود للوطن العربي ووزراء الخارجية العربية يوافقون على عودة سوريا للجامعة العربية اعتبارا من نهاري اليوم انتم ايضا مشاهدين يمكنكم التفاعل معنا بارائكم عبر صفحات الشروق الاخبارية تتويج تشارلز الثالث ملكا لها في كنيسة ويست ماستر بالعاصمة اللندن ضمن اكبر احتفال رسمي شهدته بريطانيا منذ سبعين عاما وهذه بعض السور انطلق هذا الحدث التاريخي النادر لتتويج تشارلز لرسميا ملكا لبريطانيا ليصبح ملكا ملكها الربعين خلفا للملكة اليزابيت الثانية والدته التي توفيت قبل سبعة اشهر عن عمر بلغ ستا وتسعين عاما حفل والتتويج تتويج البلك شهد العديد من الاحداث لكن الاكثر تدورا على منصات التواصل الاجتماعي التي جمعناها لكم اليوم في عدد ترندينج حيث كان الامير هاري هو الذي شد انتباه المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لالامير هاري الذي حضر الحفلة بدون زوجته وحيدا بابتسامة تخفي ألما ووحدة ألم دفينا الامير هاري تقدم كان يرتدي بدلة عادية عكس أفراد أسرته المالكة عكس الأسرة وجلس أيضا في الصف الثالث جلس بعيدا عن الصفوف الأولى المتخصصة للعائلة الملكية في مراسم تتويج والده أيضا الملكة كيت خطفت أيضا الأنظار من خلال إطلالتها في حفل التتويج حيث اختارت أن توجه تحية تحية من خلال إطلالتها الجميلة إلى كل من الملكة الرحلة إليزابيت والأميرة ديانا أيضا حيث زينت إطلالتها بالعقد الذي قدمه الملك جورج السادس إلى ابنته إليزابيت وارتدت أيضا هذه الأقراط الأقراط من الألماس واللؤلؤ وهي تعود أيضا إلى الراحلة الأميرة ديانا رواد مواقع التواصل الاجتماعي أيضا تشارك أبرز أو إطلالات أبرز أميرات وأملكات العالم التي حضرنا مراسم تتويج الملكة تشورج في إنجلترا وهذه بعض صور الأميرات هذه بعض صور الأميرات التي تميزنا باللبس المحتشم الذي طغى على كل إطلالتهم الجميلة التي تتابعونها الآن على الشاشة مشاهدين سنتابع مع بعض هذا الفيديو الذي شاركه الأمير ويليام وزوجته كيت على موقعهما على الأنستغرام إذن هو احتفال ضخم لبريطانيا والعالم كله والذي سيتواصل لغاية ثلاثة أيام رواد منصة التواصل الاجتماعي تفاعل بك ترى مع هذا الحفل التاريخي لتتويج ملكة بريطانيا جمعنا لكم بعض التعليقات المتفاوتة هذا الحساب التوق اللي على الشعر كيت هو نفس طوق زفاف ديانا كأنهم من عالم ديزني أيضا تعليق آخر لمحمد الذي كتب منع الأمير هاري من أن يرتدي زيه العسكري في حفل تتويج والدها الملكة شاركز الثالث وطلب منه أن يرتدي بدلة رسمية دون أن يوجه أي نوع من الطلبات ولا سئلة جلس الأمير هاري في الصف الثالث إلى جانب أبناء عمومته دون أي دور في الحفل بينما بقيت زوجته ميغان مارك في بيتها المتواجد في كاليفورنيا تعليق آخر الإعلامية الجزائرية أنيا الأفند التي كتبت أيضا وعلقت حول إطلالات الأميرات والملكات التي حضرنا حفلة التويج توافد ملوك وملكات العالم لحضور حفل تتويج الملك شاركز الثالث الملابس المحتشمة هي ملابس الأميرات إذن مشاهدين أنتم أيضا يمكنكم التفاعل معنا عبر صفحة الشروق الإخبارية احتفالا بالعيد السنوي لمدينة قسنطينا الذي تزامن ومهرجون تقطير الزهر والورود تحت شعار قسنطينا الترات تتعبق وردا وتتوشح زهرا هو موعد تقطير الورود والزهر بولاية قسنطينا حيث تشم فيه رائحة الورود والزهر في أرجاء المدينة كي تذكرك أنك في عرق المدن الجزائرية من حيث التاريخ والتقاليد والعادات التي تميز مدينة الجسور المعلقة يعد استخدام هذه بعض الصور التي كانت حاضرة في ولاية قسنطينا في هذا العيد يعد استخدام الزهر أو الورد المقطر من بين أهم العادات أو عادات العائلات القسنطينية التي لا تزال متمسكة ومحتفظة بها باعتبارها عادة متوارثة جيلا بعد جيل جميلة هي جزائرون الحبيبة بتنوع ثقافات من ولاية إلى ولاية أخرى هكذا فيديوهات وصور كثيرة انتشرت بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي جمعنا لكم بعض التعليقات البداية بهذا الحساب صور من مهرجون تقطير الزهر والورود تحت الشعار قسنطينة تراد تتعبق وردا وتتوشح الزهرا أيضا ننتقل إلى حساب آخر مجيد كتب على صفحته في موقع الفيسبوك قرطن أو قيرتا الكنعانية مدينة الصخر العتيق مهرجان عيد تقطير الزهر والورد تحت شعار قسنطينة تراد تعبق وردا وتتوشح زهرا مدينة الجسور المعلقة بالزي العربي الأصيل تتجمل لتذكرنا بأصالتنا العربية العريقة ننتقل أيضا لهذا الحساب أيضا هذا تريفي الذي كتب أيضا حول هذا الحدث الجميل الذي حدث في ولاية قسنطينة من احتفالات موسم تقطير الورود والزهر بولاية قسنطينة مع سياراتنا العتيقة التي أضفت إلى الحفل لمسة خاصة ممكن أيضا تعليق آخر لرحمن الذي كتب مهرجان تقطير الورود في قسنطينة الجزائر مرفوقا ذلك ببعض الصور لهذا المهرجان إذن مشاهدين أنتم أيضا يمكنكم تفاعلوا معنا عبر صفحة الشروق الإخبارية إلى هنا نصل وياكم إلى ختم عدد اليوم من ترندينج الشروق نيوز نهار اليوم سلام الله عليكم اشتركوا في القناة